السلام عليكم ورحبا بكم معايا فيديو جديد اليوم جبت ليكم صندويتشات غاتي نحضرهم بواحد الخبز كي يجي خفيف ومعوي كي يجي رائع خبز بسيط في المكونات وسهل في طريقة تحضير معا حشوة اللي كتجي لديدة وبنينة مطش حريمة طيبة السهل منها ما كاين اخواتي اللي يحفظكم اللي يجازيكم بالخير ديروا لايك الفيديو وليما زال ما مشترك يشترك معايا مرحبا بكم والف مرحبا بالجامع وندوزوا ان شاء الله على طريق بسم الله عندي خمسة ديال الكيسان يال دقيق بيض عندي نص كاس ديال الماء مع معلقة كبيرة ديال الخميرة معجونة إلا عندكم حوبة يباس ديروها درتها في الماء باش تدوب دغية دير معلقة كبيرة ديال السكار سكار سانيدة الملح ثلاثة ديال معلقة ديال الزيت زيت العادية نزيد بيض بيضة واحدة السفر غادي نحتاجون من بعد ندير ديال الخميرة اللي دابت اللي دابة صافي نزيد الماء شوية بشوية نزيد الماء شوية بشوية سجم علي العجينة نزيد الماء شوية نزيد الماء شوية ونضيف الماء شوية بشوية نغطي العجينة حتى تخمر عجينة خمرات نقطعها قطعة صغيرة نقطعها قطعة صغيرة بعد أن نقوم بسطة نقوم بسطة طريقة نقوم بسطة طريقة نقوم بسطة طريقة نضغط نقوم بسطة طريقة نقوم بسطة طريقة سوف نضع الحجم العجينة صفار بيضاء قطارات السلسوجة سوف نضيف العجينة فرامج 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 لاحقظ نقص الفران غير طيب تشوفوه معايا ان شاء الله ندوز الحشوة اللي عندي فيها الميز بضرة معلبة وعندي جوج البيضات مسلوقين عندي كاششير عندي زيتول عندي الخاص بغيتو تزيد البصلة ولا بغيتو ماطيشة نزيدوها عندي هنا جوج علب من الطن نزيد جوج مع القبار المايونيز البزار نزيد طن غير شوية صافي نزيد الملح نخلط هذه العناصر هاد الحشوة باردة تأتي رائعة لا تشحرين طيبه هالفطائر ديالين بعدما خرجتهم الخران نرى صبارك الله كيف يأتي كيف يأتي رائع كيف يأتي رائع نحن دير الخاص هاد الحشوة كتجي بنينة كتجي لديدة وبنينا أنا متأكدينة جربتها غادي تحتامدوها وتخواتا أتي الله يحفظكم الله يجازيكم بالخير إذا وصلتوا حتى لنا ديروا لايك الفيديو واشتركوا مرحبا بكم وألف مرحبا بالجميع غدين الصمر تنسى لتنا عمر صندويتشات ديالي كاملين وغتشوفوهم معايا إن شاء الله في طبق تقديم هالشكل النهائي ليه الصندويتشات ديالنا شوفوا تبارك الله كيفاش كي يجيو كي يجيو بنان وكي يجيو واحد الماضق رائع وعجينة سحرية وعجينة تعتمدوها كي يجي خفيف ومهوي من الداخل كي يجي رائع إذا عجبتكم الوصفة ديال اليوم حطوا لايك واشتركوا مرحبا بكم وألف مرحبا بالجميع وبسلام عليكم إلى فيديو قادم إن شاء الله بحثم اشتركوا في القناة